وزديك المعتاد بأهم الأحداث اللي معانا مدينة الدواء المصرية أعلنت عن إنتاج 26 مليون عبوة دواء خلال الفترة من 2021 حتى عام 2023 ومركز معلومات مجلس الوزراء قال إن المدينة بتستهدف إن توصل لـ 60 مليون عبوة بالإضافة لـ 95 مستحضر دواء جديد في نهاية عام 2024 وده بالتعاون مع سبع شركات رائدة في مجال الصناعة الدوائية كمان مبارح أعلن صندوق مكفحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تنفيذ الأنشطة الترفاهية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الأطحى المبارك وده في إطار الحرص على خلق جو أسري للمتعافين واللي بيتم حجزهم كحماية لهم في الأعياد والمناسبات باعتبار طبعا أن هذه الفترة بتكون من الأوقات عالية الخطورة للانتكاس تفضيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتيرة حصلت مبارح مدينة الدواء المصرية أعلنت إنتاج 26 مليون عبوة دواء خلال الفترة من 2021 ل2023 ووفقا لما نشروا مركز معلومات مجلس الوزراء فإن المدينة تستهدف أن تصل لـ 60 مليون عبوة بالإضافة 95 مستحضر دواء جديد في نهاية 2024 وده بالتعاون مع سبع شركات رائدة في مجال الصناعة الدوائية إمبارح أعلن صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الأطحى المبارك 2024 وده في إطار الحرص على خلق جو أسري للمتعافين ممن تم حجزهم كحماية في الأعياد والمناسبات لكونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة وحيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان كما تم أيضا العمل على تنمية مواهب المتعافين زي التدريب على الموسيقى والرسم وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية كمان مبارح صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي أعلن عن تنفيذ مبادرة تحت عنوان بالألوان هنكافح الإدمان وده في إطار حملة انت أقوى من المخدرات بالحدائق العامة بالمحافظات لرفع الوعي لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام أليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأسليب الإبداعية اللي بتتماشى مع المراحل العمرية للأطفال وأيضاً تنظيم عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم